اشتركوا في القناة 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 عظيم جداً وهذا ما يدعو به الإسلام إذا كنت نجد في حياة النبي عزيز والسلام من الصحابة من ما يصلح إلا أن يكون مؤذناً لأن صوته قوي بعضهم ما يصلح إلا أن يكون كاتم للسر مثلاً بعضهم ما يصلح إلا أن يكون مثلاً في تخصص الحلال والحرام وهكذا الصحابة كل واحد لا دور رضي الله عنهم وأرضاهم وهذا الاختلاف جعل الإسلام بصورة عظيمة وراقية ومؤثرة مثلاً جانب الإعلامي في حياة النبي عزيز والسلام كان يتزعمه حسان بن ثابت وكان طبعاً أيضاً معه كعب بن مالك وغيره من الصحابة لكن هذا اهتمام إعلامي كان يمدح حسان ويثني عليه في أناس في الجهاد في أناس مثلاً في الإنفاق مثل عثمان مثل عثمان بن عفان وأدرحان بن عوف أغنياء كانوا كان رعي السلام يحتاج المال أي صوته السلام حتى النساء لها أدوار أيضاً في المجتمع كانت رفيدة رضي الله عنها صحابية هذه كانت تعالج المرضى في المسجد في مسجد النبي يعني أسلام فكوح لدينا دور فكل لما نشغل الجميع بالأدوار فسعنا لدينا اكتفاء ذاتي مثل ما يقولون اكتفاء ذاتي وهذا الاكتفاء الذاتي مطلوب من كل مسلم في حق أخيه المسلم حتى ما نحتاج نستعين بالآخرين ويتمنون علينا ويقولوا بدون ما رح أنت تشتغلون لا يجب أن نعزز هذا الخلق العظيم طيب نسأل الله سبحانه وتعالى لكم صالح الأعمال و يعني إن شاء الله نطلع فاصل الآن و نعود إليكم إن شاء الله بعد قليل السلام عليكم و رحمة الله و بركاته معكم الطالب بيطن الله صلى الحمد وسؤاله ما هي القيمة الدينية للصدق في الإعلاقات الاجتماعية بزاك الأخير يا أوليدي بدر على هذا السؤال طبعا الصدق أوليدي من القيم العظيمة في الإسلام الصدق من القيم العظيمة التي جاءت بها النصوص الكثيرة في القرآن و كذلك في هد النبي صلى الله عليه وسلم طبعا إذا ردنا أن نجعل حياتنا فيها أمانة و فيها كذلك حقوق لا بد أن نصدق لا بد أن نصدق لا بد أن نتعود على الصدق ما يجب أن ننجر وراء الآخرين لأن وراء الناس تكذب و أمورهم ماشية هذا مو صحيح ترى هذا مو صحيح هذا كل شيء مؤقت ماشية الآن ماشية لكن بعدين مو ماشية ترى فأنت تكذب اليوم تقول لن نرى كذبته و ماشوني بعدين ترى أنت تتحمل عاقبة بعدين تجد نفسك في ورطة لأنك كذبت في البداية لكن الصادق ما يطيح ما يسقط و ذلك يعني حبل الكذاب قصير جدا فتعود على الصدق تعود على الصدق حاول كل أمورك فيها صدق أصدق مع ربك أصدق مع نفسك أصدق مع الناس و خاصة الإنسان عندما يتعود على هذا الخلق العظيم تنفتح لأمور ما كانت في باله أصلا ما كان في باله ما كان يتوقع أنه فعلا الصدق الآن انفعه طرح لحنا نحتاج الصدق في كل أمورنا و لما تعود على الصدق راح يكون كذلك حتى كلامنا يكون فيه الحمد لله عدم تردد و عدم تشكك أن نتكلم و نحن نمو مترددين نحن خايفين أو أن أقول كلمة و أوقف عندما نتكلم لا الصدق ماشي طيب الصدق ايش الصدق و يقولنا حنا الصدق ايش الصدق عيال الصدق أن يقول الإنسان كلام موافق للواقع الكلام الموافق للواقع و الكذب عكسه كلام غير موافق للواقع ما في واقع يقول لا سويت و وديت و يبت ما في واقع أصلا تكذب الصدق لا يقول شيء و هو موجود حصل و ذلك عندما تشوفه يعيد الكلام نفس الكلام ما يغيره لأنه في واقع حتى الناس تقول لك طيب أنت توقع تقول صار كيت و كيت و حين تشوف الكلام تغير ليش أن أنت مو صادق فحتى لا تورط نفسك ولا تشوه سمعتك و الناس تحب الواحد الواضح ترى الناس تحب الواحد الانسان الواضح حتى لو كان الأمر يضرك بعض الأحيان تقول ليش ليش تقول الصدق لا أصدق الله سبحانه الله يحميك و يكون معاك عز وجل و ينصرك سبحانه وتعالى نعم تخسر نعم يمكن تخسر بعض الناس يمكن تخسر يعني أمور تهمك في حياتك ما عليش هذه أمور طبيعية هذه ضريبة من يلتزم بالحق و ذلك نقتدي برسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام الذي كان صادقا و كان الكفار يعني يضعون أماناتهم عنده عيس والسلام وهم أعداء أعداء وهو عيس والسلام في سيرته و في دعوته و يضع عنده الأمانات لأنه يعرفون أن الله سبحانه صادق صادق في كل شيء عليه الصلاة والسلام طيب هذا هو الجواب على هذا السؤال لا نسمع سؤال آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الطالب عبدالله جابر الغريب سؤالي هو ما هو دور العفو والتسامح في العلاقات القوية جزاك الله خير أوليدي عبدالله على هذا السؤال طبعاً العفو والتسامح له أثر في العلاقات مع الآخرين الإنسان السمح الناس تحبه الناس تحبه لأنه ما في واحد كامل و ما في واحد معصوم كلنا نخطئ فبعض الأحيان الإنسان يقض النظر و يقولون يعني و يفوتها خلاص و ذلك يقولون أيضاً تسع يعني عشار الأخلاق في العفو الأخلاق عظيمة جداً تسع عشارها في العفو بل هي كلها عفو الأخلاق فمن كما قال عز وجل فمن عفى وأصلح فأجره على الله ترى هذا الكلام العظيم أن الله سبحانه وتعالى يدل على أجر العفو ما قال عز وجل فأجره عشر حسنات أو أجره مئة حسنات قال فأجره على الله و الله سبحانه وتعالى كريم كم يعطي عز وجل ما لا عد له ولا حد أجر مفتوح فكيف لا يخص الإنسان على العفو والتسامح سيرة النبي عز وجل عندما ندرس سيرته عز وجل كان عفوا آذوه المشركين واتهموه بالسحر والعاذ بالله التهموه النبي السلام بالجنون التهموه بأنه يعني حتى في أهله تهموه هؤلاء كفره مع ذلك تحملهم وما دعا عليهم بل دعا لهم دعا لهم عليه الصلاة والسلام ويعني رجع من الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الأمر يعني غفران لمن اعتدى عليه أو أخطى في حقه صلى الله عليه وسلم فلا شك أن الأمور العظيمة عندما يتسامح فيها الإنسان وهو من حقوقه هيدا على أنه صاحب خلق العظيم وكريم طيب هذا هو الجواب على هذا السؤال نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد وأن يرحمنا وإياكم برحمته الواسعة ويستر علينا في الدنيا والآخرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 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 وبركاته